بسم الله هنتكلم على الدرس الثاني في واحدة الكهرباء الساكنة طيب زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت هنتكلم على شوية قواعد كده على الشحنات فقلنا ان احنا عندنا نعيم الشحنات الكهربية موجبة وسالبة وعرفنا ان الشحنات المتشابهة بتتنافر والمختلفة بتتجاذب طيب عايزين نتخيل كده عشان التخيل ده يسهل علينا الفهم كتير ان الشحنات بتأثر على بعضها عن بعد زي لما تجيب مغناطيس كده ومسمار فلما بتبدأ تقرب المسمار شوية من المغناطيس ايه اللي بيحصل بتحس ان هو بيجذبه ليه بيأثر عليه عن بعد وكذلك الشحنات وكل لما بتقرب الشحنات من بعضها كل لما الكوة اللي بتأثر بيها على بعضها دي بتزيد طيب تعالوا نعرف لو انا عندي جسم متعادل عايز اخلي الجسم ده مشحون بشحنة معينة اعرف اعمل ده ازاي فعندنا تلت طرق ايه هما اول حاجة طريقة الدلك طريقة الدلك دي ان انا بجيب جسم صلب وابدأ اعمله دالك بجسم اخر غير صلب زي مثلا ساق من البلاستيك او الزجاج او ايا كان وقطعة من القماش او الحرير او الصوف او ايا حجم دي فلما ببدأ اعمل لهم دالك مع بعض بتتولى الطاقة حرارية الطاقة الحرارية دي بتتسبب في ايه ان الالكترونات اللي في الزرة بتبدأ تاخد الطاقة دي وتبدأ تزيد طاقتها الحركية فتبدأ تهايي براكتر فيحصل ايه تبدأ تتحرر الالكترونات من احدهما الى الاخر فكل جسم بيبقى ليه قدرة معينة على اكتساب او فقد الالكترونات فالجسم اللي بيبقى ليه ميل اكتساب الالكترونات بيعمله بتبدأ الالكترونات تروح له والجسم اللي بيبقى قدرته اقل على اكتساب الالكترونات بيبدأ يفقد الالكترونات فبتبدأ شحنته تكون موجبة فبدل ما كان الجسمين متعدلين بقى الجسمين مشحونين طب ايه الطريقة التانية اللي بستخدمها عشان اكسب جسم متعدل شحنة عن طريق ان انا وصله بصاق او بجسم تاني مشحون يعني ايه التوصيل هو عملية لمس الجسم المتعدل بالجسم المشحون وخلي بالك من كلمة لمس ان انا هخليهم يلمسوا بعض فلو انا عندي جسم متعدل وجبت صاق مشحونة بشحنة سالبة يعني عندها اليكترونات كتير اول لما يبدأ يحصل تلامس ما بينهم ايه اللي هيبدأ يحصل اليكترونات هتبدأ تروح من الحتة بها الكتير حتة فيها اليكترونات كتيرة الحتة عندها متعدلة ما عندهاش اليكترونات فهتبدأ اليكترونات تروح للجسم فبدأ الجسم يبقى مشحون بشحنة مشابهة لشحنة الساق اللي انا لمستو بيها طيب 올�تالة طريقة اللي هي الحث الحث ديك خلي بالك ان انا بشحن جسم متعادل عن طريق ان انا بقرب جسم مشحون منه ازاي لما بيبقى عندي كورتين متعادلتين وابدأ المسهم ببعض وبعد كده ايه اللي بيحصل لما لمسهم ببعض مفيش الكترونيات هتنتقل من كورة للتانية كل واحدة عندها شحنات متعادلة فمش عايزة تنتقل طيب هعمل ايه هبدأ اجيب جسم مشحون وهعمل ايه هل هلمسه لأ هقربه بس فلما اقرب جسم وليكن مشحون بشحنة سالبة انا عندي هنا شحنات موجبة وسالبة شحنات موجبة وسالبة لما ابدأ اقرب جسم سالب فقلنا الشحنات المختلفة تتجاذب فإلا هيبدأ يحصل هتبدأ كل الشحنات الموجبة اللي في الكورتين تروح ناحية الكورة دي فتتجمع لي في الكورة دي الشحنات الموجبة وتبدأ الشحنات المتشابهة تتنافر فهتبدأ كل الشحنات السالبة تبعد عن الكورة اللي متشابهة معها في الشحنة فالشحنات السالبة هتتجمع لي في الكورة التانية وبعد كده هعمل ايه هفضل مقرب الجسم المشحون وابدأ ابعد الكورتين عن بعض فالكورتين هينفصلوا كل واحدة بشحنتها ما زالت الشحنات الموجبة هنا منجاذبة ناحية الشحنة المختلفة والكورة التانية انفصلت والشحنات توزعت عليها بالتساوي وبعد كده هبدأ اشيل الجسم اللي انا مقربه ده فهيبدأ يبقى عندي كورتين مشحنتين بشحنتين مختلفتين يبقى دول الثلاث طرق اللي بنشحن بيهم اي جسم متعادل طيب عملية الحث ديت بتعمل لي حاجة اسمها فصل بين الشحنات على الاجسام المتعادلة يعني الجسم ده بيكون متعادل يعني فيه نفس كمية الموجب بيساوي السالب ولكن بيبقى جزء منه ليه شحنة كبيرة والجزء التاني شحنة مختلفة يعني هو في العموم متعادل ولكن بيحصل فصل للشحنات على الاجسام دي طيب ده يعني هيعمل لي ايه ده بيسبب ظهور قوة جاذبة بين الجسم الفلزي والصاق المشحون يعني احنا بنقول ان بيحصل تجاذب امتى لما يبقى جسم موجب وجسم سالب طب هل ينفع يبقى جسم متعادل وينجذب لصاق مشحونة فبنقول اه للسبب ده لان انت لما بتقرب الصاق بيحصل فصل للشحنات على الجسم وبالتالي بتنشأ قوة تجاذب ما بين الشحنات المختلفة لان قلنا فوق ان الشحنات بتبذل قوة على بعضها عن بعد وكمان لما بتقرب المسافة بتزيد القوة دي فده السبب ان انت ممكن يكون عندك جسم متعادل وتقرب منه جسم مشحون فتلاقيه انجذب له هتلاقوا في الاسئلة اللي ورا الدرس سؤال يقول لك مثلا لو مشت مشحون وقربت منه ورقة فايه اللي هيحصل الورقة فهتلاقيها تنجذب ليه يا عم ده الورقة دي متعادلة اقول لك اه لان لما بتقرب من المشت المشت واليكن لو شحنته سالبة فيبدأ يحصل فصل على الشحنات اللي على الورقة ويبدأ يحصل قوة جاذب ما بينهم فده تفسير ان الاجسام المتعادلة ممكن يحصل ما بينها وما بين اي جسم مشحون كوة تجاذب مع بعضها طيب فايه اللي بيحصل في البرق زي ما شرحنا قبل كده ان السحب لما بيحصل سحب رعاضية بتؤدي الفصل الشحنات اللي موجودة في السحابة وبعدين الشحنات السالبة بتنزل لتحت والشحنات المجابة بتطلع لفوق طيب الارض في العادي كان عليها شحنات موجابة وسالبة سطح الارض ولكن لما بدأت الشحنات السالبة تتجمع في قاع السحاب هتبدأ تجذب مين ناحيتها اكيد هتجذب الموجب والسالب هيبدأ يتنفر وينزل تحت طيب وبالتالي هتنشأ قوة جذب كبيرة ما بين الشحنات السالبة في السحاب والشحنات الموجابة على الارض ولكن ايه اللي هيمنع ده جسيمات الهواء المتعدلة اللي موجودة ما بينهم مش هتوصل الكهرباء مش هتوصل الشحنات دي بالشحنات دي ولكن لما الشحنات دي بتتجمع بشكل كبير جدا والشحنات دي بتتجمع بشكل كبير فبينشأ بينهم قوة كبيرة جدا تقدر انها تتغلب على جزيئات الهواء وتكسرها وتحولها لشحنات موجابة وشحنات سالبة فيبدأ الهواء يكون موصل للكهرباء فتبدأ الشحنات السالبة تنجذب وتنجذب الارض بسرعة كبيرة جدا متخيلين كأن في حاجتين بينهم قوة كبيرة جدا قوة جذب كبيرة فأول لما كسروا جزيئات الهواء فانطلقت الشحنات اللي في السحابة دي بسرعة كبيرة جدا الارض وهو ده البرء اللي احنا بنشوفه فبتعمل مصار وبتبلغ سرعة الالكترونات فيه 14 كيلو متر في الثانية سرعة كبيرة جدا جدا طيب عندنا جهاز اسمه الكشاف الكهرباء بنستخدمه في ايه؟ الكشاف ده بنستخدمه عشان نعرف هل فيه صاق مثلا او جسم فيه شحنة ولا لأ واكشف عن نوع الشحنة اللي فيه طب هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن قرص فلزي متوصل بصقف فلزية متوصل بورقتين فلزيتين عاملين الشكل ده وعزلهم عن الهواء اللي حواليهم عشان ما يأثر ليش على التجربة طيب ايه الظاهرة اللي بيعتمد عليها؟ التوصيل والحذ بستخدم الظاهرتين دول ازاي؟ طيب احنا قلنا ان احنا بنستخدمه عشان نكشف عن وجود شحنة في صاق ولا لأ؟ طيب فلو انا جبت صاق فيها شحنة وليكن شحنة سالبة وبدأت المسها بالقرص الفلزي فاين لا يحصل؟ هتبدأ تتدفق الشحنة من الصاق المشحونة للقرص والقرص يديها للورقتين فاين لا هيحصل؟ في الوضع العادي الورقتين دول بيبقوا متدليين كده على شكل حر يعني بيبقوا نزلين لتحت عادي فهم متعدلين طيب ايه اللي بيحصل لما ببدأ اوصل صاق مشحونة؟ بتبدأ الشحنات دي تنتقل وتبدأ توصل للورقتين فتركيز الشحنات بيزيد ايه اللي بيحصل ما بين الشحنات المتشابهة؟ هتبدأ تتنافر فبدل ما هي كانت بالشكل ده هتبدأ تتنافر ويبعده عن بعض فافهم من كده ان الجسم اللي انا لمسته ده جسم مشحون وما عرفش شحنته يعني لو كان شحنة مجابة كان ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ الالكترونات تنتقل من الكشاف للصاق فتبدأ الشحنات المجابة تبقى كتيرا على الورقتين وبرده هيحصل لهم تنافر فلما ألمس صاق بكشاف وتنفرج الورقتين يبقى معنى كده ان الصاق دي مشحونة بس ما عرفش شحنته لو لمست صاق بالكشاف ولقيت الورقتين ما تحركوش يبقى الصاق دي متعادلة طيب أعرف ازاي نوع الشحنة اللي موجودة في الصاق هجيب كشاف انا عارف شحنته هكون شحنه مثلا بشحنة سالبة يبقى هقرب الصاق اللي انا عايز اعرف شحنتها دي من كشاف معروف شحنته طيب لو انا قربت صاق سالبة ايه اللي هيبدأ يحصل؟ خلي بالك انا بقول ان اقرب فهيبدأ الحذ فهيبدأ ايه اللي يحصل؟ هتبدأ الشحنات السالبة تتنافر وتبدأ تنزل لتحت اكتر وتبدأ الموجابة تطلع فالشحنات السالبة اللي موجودة في الورقتين هتزيد وبالتالي قوة التنافر هتزيد وبالتالي انفراج الورقتين هيبقى اكبر يعني لو هم كانوا عاملين كده لو كان فينا ثلاث شحنات وتلاث شحنات فكان في بينهم قوة تنافر لما قربت صاق سالبة فبدأت الشحنات تتنافر اكتر وتنزل في الورقتين وبالتالي قوة التنافر هتزيد وبالتالي الانفراج بينهم هيزيد فهتبقى عاملة كده فافهم من كده ايه؟ ان الصاق اللي انا قربتها نفس شحنت الكشاف وانا عارف شحنت الكشاف طيب لو لقيت ان الانفراجة قلت فمعنى كده ان الصاق دي شحنتها عكس الكشاف ليه؟ لو جبت كشاف سالب والصاق موجبة ايه اللي هيبدأ يحصل؟ الشحنة السالبة هتبدأ تنجذب ناحية الصاق وبالتالي تركيز الشحنات السالبة في الورق هيقل وبالتالي الانفراجة بتاعتها هتقل فيبدأوا يقربهم بعض ولكن مازال فيه تنافر عشان هو مشحون فلما يزيد الانفراج يبقى شحنة الصاق نفس شحنة الكشاف لما يقل الانفراج يبقى شحنته مختلف عن شحنة الكشاف وانا عارف شحنة الكشاف يبقى دول الاستخدامين بتوع الكشاف الكهرباء طيب يعني ايه تقريض احنا عارفان عندنا الارض دي كوكب كبير جدا فتخيل مثلا لو انا قلتلك ان انت معاك مليون او مليار او عدد كبير جدا وجيت قلتلك انا هديك مثلا درهم هل ده هيقصر في سروتك في حاجة طب جيت قلتلك ممكن تسلفني درهم ده هيقصر في سروتك في حاجة ولا حاجة فنفس الكلام الارض دي كوكب كبير جدا عليه ملايين الملايين الملايين من الشحنات والارض دي متعادلة فبستخدم الارض دي في ايه ان انا لو عندي اي جسم مشحون بوصله بالارض فيبدأ الجسم يفقد شحنته للارض ويتعادل والارض مش هيحصل في شحنتها حاجة والعكس لو الجسم مثلا مشحون بشحنة مجابة فمعنا كده عنده فقدة في الالكترونات فعشان يتعادل هيعمل ايه هيبدأ ياخد من الارض الالكترونات ويبدأ يتعادل وهل ده هيقصر على شحنة الارض في حاجة ولا حاجة فبنقول التقريد هو عملية ازالة الشحنات الفائضة عن طريق توصيل الجسم بسطح الارض لان الارض كوكب كبير للغاية فيقدر يمتص مقدار كبير من الشحنات وشحنته مش هتتغير بشكل ملحوظ طيب فبنستخدم التقريد دوت في شحن الأجسام ازاي لما يبقى عندي نفس الكشاف الكهرابي ده طيب وهبدأ هو متعادل هبدأ اقرب منه ساق وليكن سالبة فإنه هيحصل الموجب هيبدأ يطلع لفوق ينجذب والسالب هيبدأ ينزل لتحت ولكن بمجرد مبعد الساق ديت إيه اللي هيحصل هيرجع الكشاف متعادل تاني طيب أخلي الكشاف عليه شحنة دايما ازاي لما ببدأ أقرب الساق دي بتبدأ الشحنات تنفصل على الكرة الفلزية اللي فوق دي طب بعد كده هعمل ايه هوصل الناحية التانية دي بالأرض هعمل تقريد فالأرض هتشوف الجزء ده هنسمي الشحنة دي شحنة مقيدة يعني ايه يعني دي دايما تخيلوا كده ان هي مربوطة او في حاجة عمالة شدها فهي مش حرة فالأرض شايفة ايه اللي حر ان فيه الكترونات كتير حرة فهيتهيق لها ان الجسم ده مشحون بشحنة سالبة والأرض كريمة جدا فعايزة تخلي كل حاجة مستقرة فلما تلاقي عنده شحنة سالبة زيادة ايه اللي هيحصل هتبدأ تاخد الشحنات دي منه طيب وبعد كده لما شيل التقريض هتفضل الشحنات دي زي ما هي منجزبة للصاق دي وبعد كده لما شيل الصاق دي هتبدأ الشحنات دي تتوزع على الجسم بالتساوي فأصبح بدلا ما كان الجسم متعادل بقى مشحون وبالتالي اقدر اشحن اي جسم عن طريق الحث والتقريض ولكن خلي بالك من الخطوات لو انا كنت شلت الجسم ده قبل ما شيل التقريض كان ايه اللي هيحصل كانت الشحنات دي هترجع تنتشر بانتظام تاني وتبدأ الارض تشوف ان الجسم متعادل فمش هتاخد ولا تديله الكترونات ويفضل متعادل فخلي بالك اول حاجة بعمل حث بقرب صاق بعد كده تقريض عشان يشوف الجزء التاني ده مشحون فيبدأ يعادله سواء يديله او ياخد منه شحنات وبعد كده لازم اشيل التقريض الاول وبعد كده الصاق المشحون لو شلت الصاق المشحون الاول اللي يبقى الجسم هيفضل متعادل طيب بعد كده قانون كولوم قاعد يشوف العلاقة ما بين الشحنات او القوة ما بين الشحنات بتعتمد عليه فشاف ان هي بتعتمد على حاجتين اول حاجة بتعتمد على المسافة ما بين الشحنات كل لما المسافة زادت لان القوة بتقل ولكن مع مربع المسافة ولقى ان القوة بتزيد لما الشحنات اللي على الكرات بتزيد او الجسمين بتزيد فالعلاقة ترضية مع الشحنة وعكسية مع مربع المسافة حطوهم مع بعض في قانون واحد وعشان يزبط النتائج اللي كان بتطلع له كان لازم يضرب رقم ثابت فسمناه ثابت قانون كولوم اللي بيساوي تسعة في عشر واستسعة ده بنحفظه فقانون كولوم بيقول ايه ان القوة ما بين اي شحنتين بتساوي الكي في الشحنة بتاعة الجسمين على مربع المسافة ما بينهم فبنقيس الشحنة اللي على كل جسم دي بواحدة الكولوم وقال ان احنا عندنا اصغر حاجة في الزرة اللي هي الالكترون او البروتون شحنته بتساوي كام بتساوي الرقم ده طيب الشحنة دي صغيرة جدا فالشحنة اللي هنقدر نتعامل بيها هتبقى اكبر من كده اللي هنسميها الكولوم فالكولوم الواحد ده شحنة مجموعة من الالكترونات او البروتونات مجموعة قد اي يعني العدد ده من الالكترونات او البروتونات فمهم ان انت هتكون حافظ الشحنة الاساسية طيب فحل المسائل عندنا كزا ملاحظة ايه هي ان اشارة الشحنات ما بندخلهاش في المعادلة يعني لما يقول لك جسم شحنته سالب اتنين كولوم فما تجيش تقول لي ان الاف بتساوي كي في كيو في كيو على قر تربيع وتقول لي ان الكيو بتساوي سالب اتنين لأ بتسيب السالب دي ما بتخلش معاك في المعادلة لما اللي بنعمل بيها ايه عشان اعرف احدد القوة ما بين الجسمين هل هي تجاذب ولا تنافر طيب لازم نعوض بالوحدات الموجودة على القانون فقط يعني اعوض بالشحنة بالكولوم فلو اداني نانو كولوم باضربها في عشر قس سالب تسعة عشان احولها لكولوم لو اداني مايكرو كولوم باضربها في عشر قس سالب ستة عشان احولها لكولوم والقوة بالنيوتن والمسافة لازم بالمتر لو اداني بالسانتي اقسم على 100 لو اداني بالمينلي اقسمها على 1000 وباقي الخطوات اللي بنحل بيها الاسئلة مكتوبة في المذكرة والملخص ده واستخدامات القوة الكهربائية الساكنة واختورتها جزء نظري موجود في الاخر كده فنقرأ ولو في حد عنده اي مشكلة يبعت لنا ونجاوبه على طول ان شاء الله واشوفك على خير